فيما تعلق بالصلاة الإبراهيمية هل هي أفضل الصيغ للصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم أم هناك صيغة أخرى إذا كان داخل الصلاة فهي أفضل الصيغة فإن الصحابة تسألوا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث كعب بن عجرة قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك أي في قول المصلي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فكيف نصلي عليك فكيف نصلي عليك عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فقال عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وورد أيضا بالصيغة أخرى قريبة فهذه الصلاة الإبراهيمية تقال في الصلاة سواء كانت فريضة أم نافلة وأما خارج الصلاة فالسنة أن يأتي بالصلاة والسلام عن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فيجمع بين الصلاة والسلام فيقول اللهم صل وسلم على رسولك محمد هذه أكبر الصلاة وإن أراد أيضا نضيف معه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه فأيضا هذا حسن لكن من حيث الأصل يقول اللهم صل وسلم على رسولك محمد يكررها اللهم صل وسلم على رسولك محمد